بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنستكمل عملية البرغرامنج للاكسرسايز وما زلنا شغالين في الفيز 2 اللي هو المقطع السابق خلصنا الارك وعرفنا عملية البرغرامنج بتتميليه ازاي بانطالق بعد كده ان انا عايز اعمل عملية اللينجو تيون التنج ان انا اوصل الى النقطة سي يبقى اي من ببرمج اي ان النقطة اللي انا هصل لها فالنقطة سي عشان نوصل لها ادي البرغرامنج للمقطة سي شوف هنعمل ازاي قال لي اهو انا ماشي للسابق 5 ن50 بعدين نففت ن50 ج 0 1 هنا انا بعمل الانيار انتربلاشن زد مينس بوين سيكس فايف زيرو يبقى اذا انا هنا مشيت في المسافة اللي انا خلتها بالمينس لان انا ماشي تورد دي شاك المسافة زد اللي هي ايه موجودة قدامي اللي هي بيه بوين سيكس فايف وحطتها بالمينس لان انا ماشي تورد دي شاك بكده أكون وصلت إلى النقطة C يبقى G01 Linear Interpolation Z-0.65 اللي هي ماشين 0.5 diameter to 0.65 lens يبقى أنا عملت الديامتر اللي هو الـ X تقول لي هو الـ X فإنما هي الـ X موجودة من المرة الماضية اللي أنا إيه وقف عنده النقطة اللي هي نهاية الـ Radius وكملت وإلى أن وصلت إلى النقطة اللي هي عند بداية الـ Bevel تعال عشان نشوف نعمل الـ Bevel اللي احنا قلنا قبل كده عشان نعمل الـ Bevel لابد أني أنا أعرف إيه قيمة الـ Small Diameter والـ Large Diameter و Z فعشان نعمل الـ Bevel قلت N55x.580 اللي هي النقطة دي أجيب النقطة دي إزاي اللي ما هنت عمديني إن هنا الـ Bevel مدوني 0.060x45 إتمنز إن هذه المسافة اللي قدامي دي بكام؟ بإيه؟ بإيه؟ بـ 0.060x يبقى إذن يا شبابنا هاجي أقول عشان أوصل إلى أعرف النقطة اللي هي دي دي هتيجي بكام قيمتها؟ فهقول إن هي عبارة عن 0.7 0.060x2.0 ليه؟ لأنها تبقى عبارة عن المسافة من هنا إلى هنا من أخذ نفس اللين دا كده؟ يبقى إذن هي عبارة عن المسافة اللي هي هديني النقطة اللي هي Small Diameter of the Bevel اللي هي هتبقى 0.7-0.120 اللي هي هتديني X.580 0.0 هتقول لي إيه كود؟ ما أنت عندك ده مودي الكود اللي هي G01 بافضل ماشي به لنهاية طالما أنا كله Linear Interpolation يبقى أنا هافضل ماشي بالG01 مجرد بس نلدي قيمة X والZ الموجودة يبقى عشان أوصل للنقطة دي عملت إيه؟ قلت له إن X55 بالX.A5 أي يبقى X.A5 tool moves out to small diameter of .060x45 degree bevel جبنا النقطة دي بعد كده هنعمل إيه؟ محتاجين نعرف large دائمتها عشان نطلع على البفل فقالني N60x.7 هذه قيمة X X.7 عشان نوصل للنقطة إيه بقى أنا بجيب النقطة إيه قيمة 0.7 وZ كان بقى زد عبارة عن .65 plus .060 فعشان كده هنعم Z minus .71 يبقى بيقول X اللي هي .7 اللي هي large diameter of the bevel وZ minus .71 اللي هي عبارة عن .650 plus .060 اللي هي بتطلع بال .710 اللي هي end distance of the bevel ومحتاج أعرف المسافة التي يبقى زدها هنا هتبقى بقى بـ minus .1.150 والX بقى ب .7 طب ما هي .7 زي ما هي موجود ما اكتبهاش مرتين لان انا باشتغل على model code يبقى اذا هو حافظ عنده X زي ما هي لا تكتب يبقى أنا محتاج عشان أعرف نقطة F ان انا اكتب له بس ان قيمة الزد بتاعتها لان نستلي ان X زي ما هي لم تتغير بال .7 من الخطوة السابقة يبقى اقول له ان N65 Z minus .1.150 عارف اوتوماتيك انها وصل النقطة F لها X بتاعتها .7 و Z minus .1.150 وهذه Z minus .7 وهذه هي بعوارة عن .700 The diameter cut to 1.1 1.50 length نكمل ونشوف ايه هنعمله بعد كده ال cutting احنا وصلنا الى النقطة F عادينا نوصل بقى ال Bevel ثاني ال Bevel اللي هو بدايته النقطة G ونهايته النقطة H عشان نجيب يبقى ال small diameter اللي عندي هحسبه برضو او هو مدوني مباشرة .750 يبقى اقول له ايه ال N70 X .750 اللي هي cutting tool feed .750 اللي هو small end of Tabor يبقى دا التابر اللي موجود عندي .750 طب ال large دا متر بتاع التابر دا بقى ال H عندي قيمة .0 .875 و المسافة Z اللي انا امشيها 1.8 يبقى دي ال N75 اقول له ال X .875 و Z ب .1.8 يبقى اذا طب ليه انا هنا خطي ال X و Z لان انا كنت المرة في ال Bevel او في ال Longitude كانت ال X واحد بالبداية عند E و G مثلا فما كنتش اضطر اكتبع لانما انها طالما قيمة X هتتغير و دائما دا بيحصل في ال Bevel او ال Taper يبقى لازم اكتب قيمة ايه ال X ال Small diameter وال X اللي هي ايه ال Large diameter عندي بعد كده ايه محتاج ان انا اعمل بوغرامنج ليه النقطة اللي هي ال i محتاج ان انا ايه اعرف ما هي قيمة ال X و ما هي قيمة الزد طب انا عايز اقول عند النقطة اي قيمة الزد تغيرت عن نهاية ال Taper ولا ما تغيرتش ما تغيرتش يبقى ايذن هي زد بمينس اهي زد بمينس 1.8 زي ما هي من بينس ان انا قلت انا towards the chunk يبقى ايذن كل اللي محتاج ان انا برمجه هنا نقول له ايه في ال N80 ال X.925 عملت كده البرغرامنج الى النقطة i بكده نكون وصلنا إلى هذا المقطع نستكمل ان شاء الله في المقطع الاخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته